اشتركوا في القناة والانتصالات والانترنت كليا واحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وكل المنظومات الاخرى لترتفع حصيلة الشهداء الى اكثر من سبع تالاف شهيد بينهم اكثر من ثلاثة الاف طفل في العراق تتفاعل قضية غزة اكثر من اي بلد اخر بعد تهديد السيد مقتدى الصدر بغلق السفارة الامريكية في بغداد وعدم التعدي على موظفيها وإلا سيكون له موقف اخر سيعلن لاحقا اطراف سياسية اعتبرت موقف السيد الصدر مجرد احراج للحكومة واخرون اعتبروها ورقة ضغط على الولايات المتحدة بكل الاحوال هذه التغريدة اثارت السجال القديم الجديد بين انصار التيار وانصار الاطار وكشفت عن المواقف المسالمة سياسيا والمقاومة عسكريا والمتناقضة بين الامس واليوم فهل تستجيب الكتر السياسية لمطالبة الصدر وتغلق سفارة اكبر سفارة في الشرق الاوسط ام ان ذلك سيكون بمثابة اعلان حرب على الولايات المتحدة وعلى مصالح الكتل السياسية رحب بكم من جديد ورحب بضيوفي الأستاذ الدكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز الوان للحوار وكذلك الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني وانتظر كلا لك الأستاذ عسام حسين الباحث في الشرق السياسي حياكم الله أهلهم وسهلهم بكم حياكم الله دكتور شنو القصة السيد مقتدر الصدر يدعو لغلق السفارة في بغداد جيد هذه السفارة نفسها كانت تقصف يوميا كانت تقصف يوميا نعم وكانت مرفوضة تماما الآن دعوة السيد مقتدر الصدر وجهت باستنكار ورفوض وتشكيك شلون صارت السفارة صديقة شلون صار مقتدر الصدر عدو شلو القصة بالضبط جيد بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك ولضيوفك ومبروك لك انضمام إلى عائلة الأيام شكرا جزيلا حقيقة دكتور هي مو لا أمريكا صارت صديقة ولا السفارة صارت صديقة ولا قضية انه اكو عداء او استعداء لسيد مقتدر هذا مو صحيح لكن معروف ومكشوف لدى الجميع انه الذين كانوا يستهدفون السفارة في ذلك الوقت مو مو الاطراف المقاومة لانهم يعتبرون طبعا هذه بيانات صدرت والتصريحات واضحة وصريحة الاستهداف كان للقواعد العسكرية المتواجدة في العراق يعني قوات عسكرية قتالية تستهدفها المقاومة كبحثة دبلوماسية اكثر من مرة اكثر من مرة ذكروا تمام ثم نفس هؤلاء اللي هم جمع غثير من قادة المقاومة ومن ضمنهم رحمة الله ورضوانه عليه ابو مهدي المهندس شيخ قيس الخزعلي الحاج العامري خرجوا بتظاهرة كبيرة وحاشدة وكانوا في مقدمة الصفوف عندما استهدفت امريكا ثلة كبيرة من المجاهدين على الحدود زين تذكرهم في ذلك الوقت واضح فبالتالي مو جديدة القضية الآن اختلفت لانه هذه الدعوة نفسه هو سماحة السيد مقتدى صدر كان يستنكر قصف السفارة ويقول حماية البعثات الدبلوماسية واجب اليوم لانه خارج الحكومة وخارج العملية السياسية طبعا انا اتفق مع السيد ونتمنى ان يعني يرفع هذه الراية ويأتي سماحة السيد في مقدمة الحشود لاستنكار والذهاب الى سفارة يعني تظاهرة امامها وطلب من السفار تريد سيد مقتدى انه يقول تظاهرة ويوقف ارامل السفارة الأمريكية نعم وانحنا كلنا رح نكون اول من نصطف ونذهب خلف سماحة السيد في هذه التظاهرة زين الفارحة كانت عندهم تظاهرة في لا 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 هو هو ليش مشاركته بيه اسمح لي مثل ما احنا نريد هاي يعني هو قائد وسياسي مثل ما راح هو القادة قادة الاطار التنسيقي ووقفه امام السفارة ايضا ندعو سماحة السيد ان يذهب امام السفارة بتظاهرة ورح يكون مو فقط هو حتى اخوان الباقين ينضمون معا لكن انا عندي قراءة اخرى زين قراءة اخرى انه هي هذه حكومة بني العباس صحيح فليش تنتظروا من عندها تروح للسفارة وسوي تظاهرة انتوا بكم البركة انتوا ناس خيرين مقاومين الوحيدين في العالم فانتوا رفعوا هذه الراية وجزاكم الله خير جزاء وروحوا تظاهروا امام السفارة هاي واحد واحنا رح نكون مياكم انا معا لانه امريكا كما هو ثابت لدينا يعني تشلو تتقر انه هاي حكومة بني العباس لا هو حسب توصيفهم اه مو التوصيف اللي هو قاله سيد مقتد سين سين فبالتالي ليش يطلب من حكومة بني العباس هذا المطلب اه زين زين اكو اربع سفارات اخرى طلبت اه كانت طبعا حركة اساطين اه وهي جزء اساسي من التحالف العدواني مع الكيان الصهيوني ضد من ضد فلسطين وغزي يا هي اللي تقصد المانيا اه فرنسا اه بريطانيا اه وهذه ثلاثة سفارات هم نغلقها لان هي ايضا جزء اساسي من هذه القضية زين ليش ذكرت فقط السفارة الامريكية هذا واحد لانه يقول لك الامريكان هم من اكثر الداعبين مو بس الامريكان للاحتلال ماكرون زار الكيان وصرح رئيس الوزراء البريطاني زار وصرح زين المانيا حركت اساطين كل هذه الدول الثلاثة حركت كل الغرب حرك مثلا شنو نغلق السفارة هذه اعلان حرب لو فرضنا هذا مو دفع المشكلة انه اكو قلة وعي نتحدث بهاي القضية عزيزي هذا بلد ومسؤولية تاريخية يتحمل مسؤولية تاريخية سيد مقتدى اذا انغلق السفارة وصار حصار اقتصادي مثلا وصارت مواجهة عالمية او عسكرية او كذا لو الشعب نفسه رح يطلع ويقول انتو ما تعرفون تديرون البلد زين لمن كانت السفارة تقصف ما فكرت اقتصادي انت تحمل من اللي كانت محدد لي القاصف من اموية المشكلة عصام حسين تتأخر خليجي ماكو شكال انا مرة اتحدث اقول اتحدث عن الجهات الرسمية اللي تعنا بالمقاومة اللي هم عدهم ائتلاف مقاوم ومعروف زين هذه الفصائل اعلنت عدم استهداف البعثات الدبلوماسية اللي يجي مرة اخرى يستهدفها خارج مو مو حبا بيها خلي اكو فرق لان احنا عدنا دولة وعدنا حكومة وهي تتعامل من يتحمل مسؤوليته يعني انت اليوم اضعاف او عزل العراق عن هذا الامر زعب من يتحمل مسؤوليته من خرج التظاهرة امام السفارة اللي اذكرني بيها اللي هذا كان اب هولندا من وين كانت تياده اللي حرقوا بيها القرآن الكريم بسويت سويت اه خرجوا مو بس فقط الاخوة الصدري يعني جمهور التيار الصدري لا حتى جمهور الاطار كان مجهود ومشارك كل الناس شاركت هذه القضية مختلفة مختلفة تماما هذا التساؤل اللي انطرحها انا ما اشكك بنوايا سيد مقتدر العلم اقول نوايا صادقة تعاطف مع ما يحصل في غزة وهو فعلا مثل ما دعا الاخوان ان يروحون للحدود الاردنية من تحركة مجامع اخرى قالهم لا تروحون ليش والله يعني الفاسدينه يعني هاي الالفاظ اللي يذكرها صالح محمد العراقي اكو امر اخر انا اعتقد ايضا ليش ما تاخذها من باب يعني انه ممكن يكون احتكاك بين هاي الجماهير وهاي الجماهير هي اصلا يعني بينها نوع من الاحتكاك المسبق ما يصير احتكاك سوي لهم جغرافية اخرى سمذل ما صارت ببغدار ترجوهم والاخوان يوم قبل جمعتين او ثلاثة ليش منعهم ليش منعهم السيد برأيك ليش نعرف ما عرف كون تسئلون اليه كون تسئلون مثلا محمد صالح العراقي هالشخصية اللي تتحدث باسم السيد ليش منعتهم ثم ليش تنعت الاخرين بالفاسدين وهي هاي المفاهي هي انت 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 دتروج على الاحتقان مجتمعي انت دتسبب فتنة بين ابناء المجتمع احنا جاي نزل لك اللي يذكر هذه يا ابن العباس والفاسدين طيب هذه ما تعني عند الاخرين جمهورك اللي موجود في مواقع التواصل وفي الواقع وهذا ينظر للاخرين على انهم اعداء وهي هنا الخطورة ولذلك انا اقول يا اخي موتهم تروجون الهيش افكار ابدا يعني موت جمهورتكم هم يروج الهيش افكار رأسا الان الان بدل ما تتوحدون هذا الخطاب اللي يكونوا للتيارة صادر بنفس الوقت جيد بدل ما تتوحدون باتجاه عدو عدو كوني عدو الان يعني المفروض انه يستهدف خلي نقول اول المستهدفين من الكيان منهم وشي علان طبعا صح صحي خليح جاه بها الطريقة هو صح واقع هذا هزين الان انتم بدل ما تتوحدون اذا يدعو مقتدى الصدر الى اذا اغلق السفارة بدل ما تتوحدون باتجاه معين المشكلة تدر وين مشكلة تتفرقون بيناتك المشكلة بالتوقيت وبال مشكلة بالتوقيت وبالسلوك السياسي احنا ما مختلفين ما عندنا عداء او كره لا للتيار الصدري ولا لسماحت السيد مقتدر الصدر زين حقيقة انا اقول لك نحبه ونحترمه ونقدره وهو بنمرجع على راسنا بس المشكلة وين الاشكالية انه لا نتفق مع سلوك السياسي الذي يدعو في اوقات مختلفة لماذا لم يتكون هذه الدعوة بزمن الكاظمي سؤال لماذا لم تكن هذه الدعوة عندما استشهد شهداء القادة الى اغلق السفارة ليش هس انا اعتقد برأي انه هذه الدعوة بيها مآرب سياسية منها تأجيل الانتخابات تأجيل الانتخابات طبعا هذه حقيقة ما يحفظ يعني يطلب اغلاق السفارة من اجل تأجيل الانتخابات روح ويأجيل الانتخابات بجرد انه يقول انا حاضر واجل الانتخابات لا عمون يقول لتستجيب للقوة السياسية ما حد يستجيب له لكن هي هذه مدخلية لتأجيل الانتخابات واضح هانا تأخرت على السادة عدنان حياك السادة عدنان حياك الله صادم هذا الرواح على الجزية فيما يتعلق في العراق الان الوضع في العراق كيف ممكن ان يبدو وفق ما يجري الان من تطورات داخل غزة وقد يعني يطور الامر الى توسيع العمليات في مختلف المناطق هل سيكون العراق واحدة من الساحات في هذه المعركة ام لا بسم الله الرحمن الرحيم اولا الاراق كان وما زال سيبقى ان شاء الله هو جزء من القضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية هي في ضمار كل الشرفات سواء الاراقيون او غير الاراقيين لذلك نحن مع القضية الفلسطينية شئنا اما بينها لاننا ولدنا بالفطرة على حب فلسطين وعلى قضية فلسطين وكذلك لدينا ايضا بعض الامور التي ربما هي ضمن التربية الاسلامية التي تربين عليها اسلاميا وهناك معتقدات ايضا تشير على انها القضية الفلسطينية قضية قومية وقضية وطنية وقضية مرتبطة بنبوءات تاريخية وعليه يفترض ان نكون جزءا منها وهذا ما هذا دايدن وهذا ما تربين عليه لكن نقول ان بعض السياسيين ربما من حيث لا يدون يحاولون تجضية الشارع العراقي بدل من ان نتوحد ونكون اطلاقة واحدة في قلب اعدائنا وهذا يفترض ان يكون يعني هناك من يحاول بغير قصد من دول السياسيين وشجاعي يسوون يعني لو لاحظنا ان هناك اخوتنا في كردستان العراق لديهم اراء مختلفة واخوتنا في مناطق الانبار وصلاح الدين وذن الموصل لديهم اراء مختلفة ولم يتناغموا او على الاقل يوحدوا الصوت واحد صوت عراقي واحد مع القضية الفلسطينية رغم انه لا ننكر يعني حوهم لفلسطين ولا ننكر انهم تعاطفون مع الشعب الفلسطيني لكنه يبدو بعض القيادات السياسية لا تريد ان يتوحد الشعب العراقي في هذا الاتجاه ومع الفلسطينيين ضد المحتلص هنا لذلك نقول على القيادات العراقية اليوم ان تذهب باتجاه القواصم المشتركة بيننا كعراقيين وايضا نوحد صفوفنا وبالتالي نهيئ بنادرنا واصلاتنا لكي نكون ساعدنا ساعدنا حتى لا نعبرها هاي النصائح ما تفيدوا اي سيادي وي سياسيين تقلهم علينا تقلهم ماذا ما تستغلعتهم ومعدهم مصالحهم الآن هل هناك من داخل العراق من يساند الكيان الصهيوني هل هناك من يتعاطف مع الكيان الصهيوني اولا هذه القراءة يفترض ان نكون حاضرين بها لانه الموضوع ليس بالهين ان نتحدث عن موضوع شيطان الجهة معينة وان تحدثنا طبعا والدولة العراقية والحكومة العراقية والاجهزة الامنية العراقية يعون تماما وهذه المسميات معروفة هناك حواضن وهناك احضان مفتوحة للكيان الصهيوني وهناك تمثيل موجود وقنصلية موجودة في كردسان العراق وهذا غير منكر فقدت صوتك شوية فقدت صوتك شوية اقول ان هذا الموضوع خطر جدا ولا يجب ان ندخل به كثيرا لانه الموضوع به شيطان الكتب السياسي ان ايقنا ان هناك من يتعاطف ويتعاون مع الكيان الصهيوني ونحمل التعامل اذا اصبحنا جزء من منظومة هدم قلت اكو قنصلية للكيان الصهيوني في اربيل عزيزي دكتور هذا الموضوع ليس بجديد هناك مسؤولون عراقيون وهناك جهات ربما ذهبت الى الكيان الصهيوني بفترات متفاوتة سافقا وما زالت وهناك تعاون وهناك حديث كبيرا جدا وهناك ايضا استقرال المقاومة العراقية والاجزر الانية العراقية على ان هناك نشاط الموساد الاسرائيلي في كردسان العراق لا 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 اكو قنصلية للكيان الصهيوني في ممثلية اكله ما اكو عزيزي اكو تمثيل مع السفارة الامريكية داخل السفارة الامريكية داخل السفارة الامريكية وهذا حديث ليت بالجديد يعني هناك من يأكل بس 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 هاي بعلمه مهمة يعني داخل السفارة الامريكية اكو قنصلية في بغداد ولا في اربيل استاذ محمد يا اخي عزيزي حبيبي السفارة الأمريكية هي جزء من منظومة عدم بالعراق والسفارة الأمريكية عبارة عن قاعدة عسكرية فيها شركات أمنية تعاملت على دول وأسقطت حكومات وأسقطت عنظمة وهناك أيضا شبكات تجسس وهناك منظومات للتجنيد والتعامل مع مصادر لغرض الاستقرار وربما لغرض تهيئة بعض القرارات وربما لصياغة قرارات معينة لصالح المصالح إذا السفارة الأمريكية بهذه الطريقة وهي مقار وبيها جزء للكيان الصهيوني وبيها كذا وبيها كذا ليش الاعتراض على دعوة سيد مقتدر صدر لإغلاق هذه السفارة أولا منه معترض يعني أنا كشخص ما معترض على دعوة سيد مقتدر وأقول أنه على الحكومة العراقية هناك إجزة أمنية إذا الأجزة الأمنية ما تعد دورها إلى عدم وجودها أفضل نتحدث اليوم عن السفارة الأمريكية والقنصلية التي يراد لها أن تفتتح في كلستان العراق وهي أكبر قنصلية بالعالم ولحد الآن لا وجود لموافقات على البناء وهناك عملية بناء غير مستقرأة وغير معروفة وهناك أنفاق وهناك بناء ربما تكون هي قواعد لإطلاق صواريخ نووية من السفارة؟ القنصلية القنصلية في أربيل من القنصلية لو من السفارة؟ أستاذ محمد حبيبي بما يخص أربيل العراق يفترض أي منشئة لغرض البناء يفترض أن تكون هناك إصعصال موافقات للبناء هذا يفترض بالسياقات العالمية ويفترض أن تحترم القرارات للدولة العراقية لكن لا وجود لموافقات بالنسبة للبناء يعني هناك ما يسمى إجازة بناء لا وجود لشيء اسمه مخططات مقدمة للحكومة العراقية وما هو نوع البناء وهل هناك موافقة من الحكومة العراقية على البناء هذا ما موجود لذلك أقول أنه يعني يجب وحدهم يشتغلوا وبناء لهم قنصلية وقعدوا بيها بدون موافقات وبدون الاكتراف إلى قرارات الحكومة العراقية وبدون الاعتراف بما ينص عليه القانون العراقي بخصوص إنشاء مشهيدات ويفترض أن تكون هناك موافقات رسمية ويفترض أن تقدم موافقات ومخططات وعليه تقوم دارة يعني التنسيق صار مع يعني إذا تفتح قنصلية الآن بديهيا يتم أخذ الموافقة من وزارة الخارجية العراقية وبعدين تفتح قنصلية في محافظة ثانية اللي قاعد يصير مع أربيل تنسيق مع سلطات الأقليم كردستان شوف عزيز سيد محمد الطيني من مساحب هذا المجر أولا القنصلية من اقتصاد وزارة الخارجية والحقومة العراقية وبالتالي ممكن أنه استئجار منزل هناك كثير من قنصليات منزل عادي في حياة سكنية موجودة وسفارات أيضا هناك منازل مخصصة وفي حياة سكنية عادية ومجرد وجود مفرزة بسيطة من قوة حماية السفارات متواجهة لغرض تأمين حماية السفارة لكن نتحدث عن السفارة الأمريكية القنصلية الأمريكية في أربيل هناك نعم موافقة لكنها طبيعة البناء والمساحة التي خصصت لهذه القنصلية والعمل الدعوب المستمر من ثلاثة سنوات تقريبا لحد اليوم ولم يعرف لحد الآن ما هو طبيعة البناء هل هي مستودعات إجد مساحة القنصلية الأمريكية في أربيل عندك تقدير معين لحد الآن من يتحدث على أنه تجاوزت 250 ألف متر مربع وهناك من يتحدث عن أكثر من هذا الرقم بكثير 250 ألف وهناك من يتحدث على أنه أكبر من هذا الرقم بكثير بها مجمعات سكنية بعد مجمعات سكنية فإلا أقول أن هذه القنصلية الموجودة ما بها موافقات بالنسبة للتصاميم الأساسية يعني افترض أنت من تشرع بالبناء لابد أن تقدم مرتسم لدوار البلدية ودوار البلدية التحية هي بالعادة القنصليات هي تقوم بمتابعة رعاية البلد اللي تشتغل عليه أكبر قنصلية في أي بلد بالعالم ما تتجاوز 500 متر 1000 متر 2000 متر 3000 متر يعني أكثر من 1000 متر ما موجودة سفارة بالعلاق ولا قنصلية ساكنة بمساحة 1000 متر مساحة القنصلية فقط هي تشي اسمح لي هذه الجزئية في ما يخسر به لكن نتحدث عن السفارة الأمريكية في بغداد السفارة الأمريكية سنتحدث عنها أستاذ محمد سنتحدث أولا وجود منظومة الأيفينجر اللي هي مقاومة للطيران ووجود منظومة الباتريوت أيضا موجودة وموجودة منظومات للدفاع الجو موجودة موجودة داخل الأرض العراقية وإنهاك منظومات ليزرية أيضا تطلق بمستوى 15 أو 11000 إطلاقة بالدقيقة الواحدة سالة عدنان تسمعني نعم أسمعك أسمعك سالة عدنان ساذ محمد أسمعك واضح حس سي الله سباحتك ترى ذاك الكلام باللي قلت ما سمعت أقول أنه خلنا نتحدث عن السفارة الأمريكية في بغداد السفارة الأمريكية في بغداد هي عبارة عن قاعدة عسكرية أكثر ما هي سفارة السفارة هناك قواعد لإنشاء سفارات أما سفارة لواجد بها قوات من الدلتا وقوات استخباراتية وعناصر استطلاع وعناصر تجنيد وأعدات هائلة غير معروفة بالنسبة للحكومة العراقية هاي السفارة الأمريكية هل من الممكن أن تنطلق دعوة سيد مقتدى الصدر من هذا يعني أنه هاي السفارة هي قاعدة عسكرية وليست سفارة يعني أولا أن أقول فرصة للتعامل بحسن النية وتوحيد الصف العراقي وبالتالي ضم أصوات العراقيون مع أصوات التيار الصدري وسماحة السيد مقتدى الصدر والمطالبة بهذه السفارة أن تكون بعتد بالنواسية وبالتالي الوجود الغير شرعي لعناصر من الاستخبارات ومن الاستطلاع ومنظومات للدفاع الجوي ومنظومات للمعالجة شكرا شكرا خليني أرحب بالأستاذ عصام حسين حياكو أستاذ عصام أهلا وسهلا بك وأنا آسف تعافتك لا لا كل الهلا بي حسنا بي زين فاتكك هوايا من الحوار فاتكك هوايا من الحوار السيد سيد سيد مقتدى شي يريد من وراهي الدعوة بغلق السفارة يريد حراج الجماعة لو هو جدي بغلق السفارة وليش تغيرت مواقف السيد خلال هذه الفترة قبل إذا تمركات يوشة بالسمة من فوق هذا السيد يعترض ليش يضربون السفارة حسنا شلو القصة بالضبط يريد إغلاقها بالكامل ولنرحب بك حيا ضيفك الكريم السيد حيا ضيفك العاخر ومشاهدك الكرام حقيقة ما تغيرت مواقف يعني سيد مقتدى الصدر بيانة كان واضح حاول أنه عدم المساس بالدبلوماسيين يعني اعتبار أنه هناك قانون دولي ربما يضع العراق تحت طائلة العقوبات مبالغ مالية ضخمة من الممكن أن تحدث لكن بالنهاية هي وسيلة استنكار وسيلة ضغط على القيادة الأمريكية اللي نشوف أنه كل متحدثيها كل الناطقين الرسميين باسمها وزارة الخارجية البيت الأبيض كلها تدفع باتجاه خنق غزة قتل أطفال غزة يعتبرون أنه عملية حماس عملية ربما عملية إرهابية بالنهاية وأنه اللي يحدث هو استحقاق استحقاق لغزة لحماس وكتاب القسام رغم أنه نشاهد ونلاحظ اللي يحدث حالياً في غزة هي جريمة يعني عبارة عن أن الصهاينة مجرد لا أكبر من جريمة بس خلينا إحنا بقضيتنا هنا هذه القضية أنت ليش تريد تغلق السفارة شتري شتري تبضض بشيلة ضغط السفارة الأمريكية هنا تدير الوضع العسكري ورضع السياسي والوضع الاقتصادي اللي موجود حالياً يكذب من يقول لك أنه العراق سيذهب إلى حالة الحصار الاقتصادي أمريكا محتاجة إلى حلفاء داخل المنطقة أمريكا بدأت بدأت يعني وين ما تذهب في شرق آسيا في أمريكا الجنوبية بجهة روسيا هناك كثير من الدول من تعضى من التدخل الأمريكي لذلك أمريكا لن تضحي في العراق من أجل إسرائيل أو من أجل غزة يعني هي ورقة ضغط هي ورقة ضغط وصيلة ضغط لإيقاف الحرب في غزة لأنه ما معقول أنه كل الدول العربية كل الدول الإسلامية تتعامل وفق العرف الدبلوماسي مع أمريكا لكن أمريكا ما تتعامل وفق العرف الدبلوماسي مع فلسطين أكو مشكلة كبيرة أكو مشكلة أخلاقية أكو علاقة مريضة ما بين أمريكا وما بين إسرائيل إذن إذا كان هنا نحن نعتبر إحراج لحكومة الإطار شنو نوع الإحراج مثلا؟ شنو نوع الإحراج؟ ما أحراجتهم؟ شنو نوع الإحراج؟ ما أحراجتهم؟ لا أبداً ما هو نوع الإحراج؟ إذا هو يعتبر هذا الموضوع إحراج فهذا شأنه ليس عن السيد مقتدر صدر عموماً أن حكومة الطرق تتشكل من مجموعاته تتقل بالمقاومة بالنهاية أن هذا لا يشكل إحراج إذا كان هناك لديهم اتفاقات مع الجهة الأمريكية فهذا شأنه ليس عن السيد مقتدر صدر طبعاً مران شيء لقاء أكثر من 18 شرط نحن ملنا علاقة بهذه القصة قصة اتفاقات تشكيل الحكومة نحن عدنا علاقة في مشكلة تحدث الآن في يراد صياغة نكبة جديدة مثل السبعة وستين إذن كل الدول الإسلامية تتسلم الصراع الدبلوماسي اللي حاصل ما بين إيران تركيا قطر في المقابل السعودية مصر السعودية مصر لا تريد أن يكون لإيران دور في الحل الدبلوماسي تمام إيران لا تريد أن يكون هناك دور للسعودية في الحل الدبلوماسي إذن هناك مجموعة من الأفكار والتشابكات السياسية اشتباك اشتباك سياسي هذا يجب أن يحل وعليه أن العراق يجب أن يكون لديه موقف هسا من التيار الصدري هسا من الإطار من أي جهة كانت لكن بالنهاية نريد موقف عملا بحق الرد فاتك كلام قال أستاذ حيدر يتعلق ب يعني حاولت ألخص بعض الأشياء حقيقة يعني مثلا أستاذ حيدر أقول لك خلب ليش سيد مقتدى يدعو لحل السفارة خلي سيد مقتدى نفسه يأخذ المتظاهرين ويوقف بباب السفارة وإحنا كلنا نوقف ورا صحيح صحيح ماكو مشكلة زين زين هو السيد ما أشار لتظاهرات حاجة هو ما أشار أن نوجه الكلام السهم ومقانون ومحكومة يعني من نوجه الكلام إلى البرلمان البرلمان معني السلطة التشريعية اسمح لي السلطة التشريعية الأعلى البرلمان أعلى سلطة التشريعية موجودة إضافة إلى الحكومة التي بيدها السياسات الخارجية زين وموارد السياسات الخارجية ببنها يا سيد مقتدى الصدر أوصل الفكرة للحكومة بأني لم أتجاوز لا رأي البرلمان ولا رأي الحكومة لا بس هو تهديد لا شنو التهديد؟ لا يا أخوي شنو التهديد؟ إذا ما تحركتوه إلا الإلا مان مقتدى الصدر ليها هواية تفاصيل أبسط شيء أبسط إلا أبسط إلا للسيد مقتدى الصدر تنسد الشوارع وتنسد الدنيا كله هي عملية انتقف مع غزة لا لو تذهب لإسقاط حكومة مثلا ما أدري أنت شتريدون موضوع موضوع إنساني لا يمكن استثماره سياسيا ما ممكن أن أنت تروح لحكومة السودان وتسقطها بحجة غزة هاي الجافة على الأهم ما كف الترابط بالموضوع نطلع على حكومة السودان الدولار بس إغلاق إغلاق السفارات لا أستاذ عصام نعم إغلاق السفارات بالعرف الدبلوماسي يعني إعلان حرب اسمح لي بس اسمح لي القضية وما بيها من يغلق السفارة؟ هل الحكومة الجمهور ولا الحكومة؟ لا الحكومة؟ خلاص من يكون هناك موضوع أن هناك مثلا متظاهرين أمام السفارة مو بالمعنى أنه السفارة أغلقت هذا قرار يتخذ ما بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة السودان القضية بهذه الصورة أيضاً أنا نقل لك الكلام نعم ليش ما تروحون تظاهرون أمام السفارة؟ يعني الخطوة يقول لك خاضر سيد مقتد الصدر يروح هاي شون الخطوة؟ يعني إذاً يراد من سيد مقتد الصدر أن لا يعطي رعياً لأي من الحكومة ومن لأي من البرلمان ليش؟ ويذهب يتظاهر ليش؟ خلاص لازم أنه شنو غير أكو مو قلت لك عني أكو سلطان غالية يعني تدرج خصدك؟ تدرج بالموضوع بالنهاية من يعرف؟ من يقول أنه هناك تظاهرات؟ ما نعرف هل يتحمل السيد مقتد الصدر؟ وهذا السؤال الأستاذ حيدر هل يتحمل السيد مقتد الصدر تبعات إغلاق السفارة الأمريكية في العراق؟ ما هي تبعات ممالته؟ تبعات اقتصادية، تبعات سياسية، تبعات أمنية فيها حكومة السودان تخضع الابتزاز الأبتزاز الأمريكي في هذه الصورة؟ أجابة نعم تخضع الابتزاز؟ حسنا بالنهاية أن الأموال العراقية موجودة بالفيدرال الأمريكي والخزانة الأمريكية وممكن أمريكا بقباحتها أن تمنع هذه الأموال على العراقيين ما تتخذها؟ ما تتخذها؟ طبعا العراق دولة مهمة في الشرق الأوسط، العراق إذا انتقل للمعسكر الشرقي، أمريكا تفقد الكثير من نفوذها أمريكا تدور على أصحاب، تدور على حلفاء يعني ما أعرف ليش ينظرون حكومة الإطار تنظر إلى الجانب الأمريكي كأنها مع بعبع وإذا فقدوا الدعم، ستسقط حكومة الإطار هو يقول لك تسموني حكومة من العباس اسمح لي بس اسمح لي هو قال هذا قبل شوية آه، إحنا حكومة من العباس أنا جاي نحتي سياسة؟ سياسة نحتي لك سياسة بس اسمح لي عصامه، خليك كمّل السؤال لا، خليك كمّل السؤال يقول لك آني محتم قلك لأنه تكلف ما موجود حسا هذا مهنيا ما يصير يقول لك إحنا يسموننا حكومة من العباس ماذا؟ يا أبا إحنا يطمبنا المرض، إحنا حكومة من العباس روح أخذ المبادرة روح يسوي تضاهر عمام سفار الأمريكية روح يسوي كذا، هذا كلام سأسمح أول شيء، الصدريين شعب عراقي أي موقع، حتى إحنا نجزع هنا نحن جزعنا بالتوافقية، وجزعنا بالمناصب، وجزعنا بالزيارات وكل من حاط له راية حتى في الموقع يعني أنه نجزع الشعب العراقي مثلا زين هو، نحن ليش نتعاطف مع غزة أساسا؟ ليش نتعاطف؟ أساسا نكتب، نقول لهم يا أبا إسرائيل، إيدكم إلكم قضية إنسانية، الموضوع أنه أميركا لا تحترف، أميركا معها تنظيم إرهابي أقصى من تنظيم داعش بالنهاية، هذا التنظيم ممكن من هو؟ صهينا؟ هذا التنظيم ممكن أن يقصوا على إذا أخذ شمال غزة يقصوا على جنوب غزة وإذا أخذ جنوب غزة يقصوا على سيناء ويقصوا على الفرات ويقصوا على العراق إذن إحنا أمام معركة معركة استيطان مصيرية هذا الموضوع، شو؟ لا لا، بشتبيتهم بيناتكم تتعاركون أنتم بيناتكم معركة مصيرية وأنتم محددينها للأمام أنتم بيناتكم واحدات الثانية بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هم يأخذون على نفسهم القصة مو يم حكومتكم القصة مو يم حكومة السودانية حكومة السودانية عندها مهام أعلنها ببرنامج الحكومي عليها تنفيذ مهامها أنت تريد موقف هذا الموقف تظاهرات تريد موقف محاولة للذاب إلى الحدود رب لحد الآن ما كنت أجع نجو بهات من رفض أدنى بخطوة ثالثة قضية أغلاق أغلاق مو طرد السفيرة مو الاحتداء على الدبلوماسين مو تجيب صاروخ قرادو تنزله حتى تقول الأمريكا تعالي تفاوضي وياي مو هاي القضية قضية خالصة عملية الدفاع عن دماء المسلمين والأطفال والنساء اللي موجودين في غزة ما تسمي هذا أغلاق السفارة؟ متروح هذه القضية خلي طمأنون الإطار لا تذهب هذه القضية إلى إسقاط حكومتكم هاي الموضوع نهائيا ما موجود يعني هذا الموضوع ما راح يكون قضية مع السفارة الأمريكية ما بها استهداف أيضا أصلا ولا بها إحراج ولا بها قصة يقول لك إحنا ناس نريد نضغط على الأمريكان لأن الأمريكان يدعمون الاحتلال الصهيوني بهذه الطريقة جيد خطوة جيدة يعني أنا نقول جزاهم الله خير وإحنا يعني حقيقة وإنما كل الشعب العراقي معا هذه الخطوة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ونعرف وإحنا كنا بس هالخطوة وين كانت سابقا؟ هل سعرفنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية واستهدف ثلة كبيرة من أبناء المقاومة وأبناء الحجد الشعبي على الحدود العراقية السورية واستهدف مرة أخرى عظماء القادة اللي هم شهداء القادة اتخذنا موقف هذا صح الآن إحنا عدنا في العراق في البرلمان العراقي قرار قرار إخراج القوات الأمريكية الأجنبية بصورة عامة زين والأخوة كانوا موجودين وكذلك صوتوا وخرجوا مع المتظاهرين بتظاهرات منددة بالعمل الذي حصل في ذلك الوقت تمام لكن العملية هنا إذا كان هذا الخطاب السيد موجهه إلى الحكومة فالحكومة هي من تقدر الموقف وهي من تتخذ الحكومة والبرلمان حكومة قالوا والبرلمان ثين ذكرهم ثين أما إذا البرلمان فيأخوه محمد الحلبوسي وجزء من التحالف الثلاثي خلي وجه هذا الكلام إليه هو مدعو لهذه القولة راح تحالف الثلاثي وانتهى لا لا ما زال قائم يعني ما زال أكوه ما زال أكوه؟ طبعا ما زال برأيي ما زال موجوده أمر الآخر عندما صوت البرلمان العراقي على قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق من وما حضر؟ كتلة محمد الحلبوس وبعد والأكراث ثم حضر إذن أنت الآن في جغرافيا العراق في جغرافيا البيئة السياسية والبيئة المجتمعية مو كلها متفقة فقط الشيعة زين الآن نفسهم هم إذا كانت البيئة السياسية الكردي والبيئة السياسية الشيعية عمي يا سيد مقتدى يقول له إحنا مو ياكب هذا الطبي لا راح نستجيب ولا راح ن كذا حتى في جزء من الحكومة مجلس الوزراء متصويت زين يطرح هذا المقترح سيد رئيس الوزراء للتصويت في الحكومة هذه دعوة جاية نحن المشكلة بالعاليات يعني طبعا المشكلة بأصل الموضوع احنا أصل الموضوع ما مختلفين حليا أرقاء يطمنوكم يقولوا لكم هاي مو حكومة لا يهم الحكومة لا يهم الحكومة لا مستيد الحكومة يقول لك أنه مو فقط الشيعة تتورط بهذا القرار القصد أنه أنت اليوم الشيعة فقط البيئة الجغرافية الشيعية هي من تتحدث عن هذا الموضوع زين سمعت لك صوت طلع مثلا مسؤول حزب كردي أو سني قال أنا مع قرار السيد مقتدى ما حطلع طب شبت لك شيعة قال مع قرار السيد مقتدى نفس الحال ما أكو لا فهمني أنا أقصد أنه أكو سابقة سابقة إخراج القوات الأجنبية من العراق زين أنا برأي كذلك وأقول هذا إذا كان الأمر فعلا هو مجرد عن التوظيف السياسي فأنا مع سيد قلبا وقالبا وكل المقاوم مع السيد لا حسا أكفت قصة السيد حسا أنا أريد أفسر تفضل يقول أنه أنت تقول أنا مقاوم وأنت تقاوم وسافح شعار المقاومة خب أول وأكثر من يدعم الكيان الصهيوني هم الأمريكان جديدة شاء أنت بالعراق صديق الأمريكان لا ونت خارج العراق عدل الأمريكان هذا هو المقصود أخي هذه المقاربة لا تصح لا تصح لا أصلا ما تصح ليش أولا إحنا دولة وحكومة لو مو دولة زين لا أقصد حتى الأخوة دولة دولة لو مو دولة دولة خلال عشرين عام كيف تعامل الأخوان بوجودهم بالبرلمان وبالحكومة طلبوا فيك خلال هاي العشرين عام طرد السفيرة أنا ما أعدي مشكلة أنا أقصك تيار غلق السفارة ولا يتلع على السفارة ما عندها مشكلة ماكو طرد السفارة لا عفوا الغلق ماذا يعني السفارة الغلق الغلق طرد ماكو شي اسم طرد غلق يعني إيقاف معامهم القضية ماكو شي اسم جماهير تقف أمام السفارة وتطرد هذا قرار حكومي اتفاق عندنا اتفاقية بينا وعده ستين دبلوماسية أستاذ حيدر مويش الموضوع إذا أنت تغلق سفارة يعني إيقاف عملة دبلوماسية قطع العلاقات قطع العلاقات مواقف قطع العلاقات اسمع لا هو هو غلق إيقاف حضرتك الآن ابحث سيد مقتد الصجر أستاذ حيدر لا عنده شيء بالبرمان لا عنده شيء بالحكومة بمعنى أن القرار تقلت أنه عندنا وزراء الشيعة وزراء سلمة وزراء أكراد هم اللي يتخذون عندنا ثلاث نعم مع هذا الموضوع يجب أن يكون هناك إجماع وطني بهذه القصة بما أنه الإجماع الوطني يتحقق ليش آسف لأن قاطعك سيد مقتد لا أتفضل لأن شوف التغريدات الأخوة السنة بعيدين كل البعد عن قضية التصادم أتمنى بصراحة توصل السيد مقتدد لا يتوصل أكيد تصادم مع الأمريكا يا سيد مقتدد من تطلبك بس من شيحتك بس من أخوتك بالضبط بالتالي أنت ترى مو يا أكلال سنة السياسيين تحدث هنا ولا الكرد مهم إذن سابقا صوتوا على تجريم التطبيع أنا أرد أسفر الفرضي أستاذ حسين أستاذ عصام أرد أسفر الفرضي لو فرضنا أنه التحالف الثلاثي بذلك الوقت هو المشكل الحكومة وصار هذا الحدث الآن وطلب السيد هذه الدعوة تصور أنه المنتظم السياسي السني والمنتظم السياسي الكردي رح يستجيب رح يصبح أزمة ليش؟ يقول لك أنت أنا ما معني صحيح أنا مع غزة وطلعنا وظاهرنا ورفعنا شعارات أنا أقول إحنا نؤمن بهذه الإدارة المواقف السياسية دعوة السي طبيعية أنا برأيي أوكي ماكو مشكلة طبيعي بس على أن قضيتين أن لا تكون خلفها إرادة سياسية هذا تبقى تفسير الخطوة الجاية أنا أنتظر ماذا بعد هل هي تظاهرة؟ وإذا تظاهرة على السفارة أنا أقول كنا نطلع ماكو مشكلة مقضية تسقاط حكومة والحكومة متخاف ترى يعني موعدها خشية من هذا الأمر لكن إذا تدخل بها مواضيع سياسية تأجيل انتخابات مواضيع أخرى هذا الأمر هنا ما سيصير تمام رسالة واضحة يقول لك إحنا ما نريد نخرب دولتنا على حساب جيد كذا واضح جيد بس أنا أقول لك تخرب زين إذا صار قرار بهذا الأمر سيصير حصار اقتصادي ويوقفون ما عدا مشكلة من يقتل أبناء غزة بهذه الوحشية وبهذه الدموية ما عدا مشكلة صار علينا حصار لو ما صار صار واضح صار عدنان أنا سألتك هل يمكن أن يطور الوضع في العراق إلى مستوى أكبر من المستوى الحالي شوف السادة محمد هناك مغديات يعني الآن هذه المشكلة التي يراد لها أن تشتع أو يراد لها أن تأخذ حيز أكبر من حيزة ربما ستكون هناك أيدي آثمة وربما جيوش الإلكترونية وربما تقف جهات معينة تابعة لجهات مخابراتية ستحاول إيجاد مغذيات لإشعال فتي الفتنة في الشعر العراقي وهذا جزء من حرب قصدك فتنة داخل الشعب العراقي؟ داخل الشعر العراقي وليس الشعب العراقي هناك فرق بين هذا لذلك أقول أن الحرب المخابراتية هي جزء من حرب الحدود المفتوحة لكن أشد فتكا وأشد خطورة لأنه ممكن أن تقلب كيانات وتجعل الأخ يقتل أخوه بسلاح عراقي وبيد عراقية والعرض عراقية والدماء عراقية والقاتل والمقتول العراقي والمستفيد ها يريدها واضحة ها يريدها واضحة سالة عدنان أنت قاعد تحذر وتحذر مشاهد المشاهد مو بالضرورة يفهم للغاز وضح للمشاهد شن الخطورة اللي يعني الخطورة أقول يجب أن واحد الصف العراقي يجب أن نذهب باتجاه تدليل الصعاب بين العراقيون يجب أن نجد حلول منطقية ممكن أن تواحد صفنا العراقي وممكن أن تسند أخوتنا في غزة في فلسطين المحتلة هذا يجب أن يكون لا يجب أن تختلق مشاكل وبالتالي هناك بعض المغذيات ربما تعمل من حيث لا تدري الإشعال والتصعيد والتصعيد وإشعال هذه النيران أو ربما سيحاولون صب الزيت على النيران لإشعال حرائق متفرقة هنا وهناك تؤثر على الأمن بالبلد وتؤثر على الاستقرار وستحرفنا من موضوع فلسطين وإسناد أخوتنا في غزة المهمة الرئيسية الآن هي إسناد الفلسطينيين في غزة وإن كان هناك رؤى مشتركة يجب أن تجلس العطراف لكي تتناقش فيما بينها وتخرج بمخرجات دون التشنج يجب أن يتوحد الصف العراقي يجب أن تكون لدينا آراء مشتركة يجب أن نكون على قدر المسؤولية لأن هناك خطر كبير يهدد القضية العام قضية فلسطين وأيضاً الوجود العربي والوجود العراقي والوجود الإسلامي أقول مع جل الاحترامي كل الخيرين في العراق لا يجب أن نذهب باتجاه المهاترات ولا يجب أن نذهب باتجاه التشنج ولا يجب أن نذهب باتجاه التسقيط أحدنا للآخر بل علينا أن نوحد صفنا وأن نركم خلافاتنا على الجنة نحن عندنا سجال وهذا السجال حتى متعودين عليه السجال اللي بين التيار والإطار سجال هذا موقته سيد محمد هذا بدلا موقته نظر مو سجال بمعنى أنه لا سامح الله الاحتراب والصراع السجال سياسي الدكتور حبيبي النيران الكبير تبدأ بأثقاء فبالتالي ما نريد أن نكون جزء من موضوع قد يوسع رقعة الخلافة نقول أنه علينا طمطمة الأمور علينا علينا أطفال حديق أينما يكون وبالتالي يجب أن نذهب باتجاه ما يجعلنا نطمئن أحدنا للآخر ويجب أن يكون هناك تعزيز وموقف حقيقي نتحدث عن أناس يذبحون نتحدث عن أطفال يحرقون ويقتلون نتحدث عن أسلحة مجرمة دوليين نتحدث عن طيران ومسيرات وصواريخ تقصف أبناء غزة وتحدث عن أناس حصروا ويقتلون قتل جماعي وبالتالي هناك إبادة جماعية وهناك منع للأرضاق والماء والمياه البارحة بالليل تسربت صور عن مجموعة من الجنود غادروا عن طريق مطار بغداد قالوا أنه ذول الجنود هم جنود أمريكان غادروا عن طريق مطار بغداد إلى تركيا ومن ثم إلى ألمانيا قاعدة أنجلي هذا حقيقي الموضوع وشنو ذول قصتهم أولاً هناك معلومات تشير على أنه نقل البعض عبر طيران طائرات اليوشن طائرات النقل العسكرية وهناك من يتحدث عن 1500 والآخر تحدث عن 2000 من الماريز جنود المارنيز يعني القوات الخاصة أو المجوقلة المية واحدة هؤلاء غادروا قصدك؟ يعني هناك من تحدث قبل تقريباً سبعة أيام أو ثمانة أيام غادروا قسم يتحدث عن قبل أكثر من عشرة أيام غادروا إلى تل أبيب لأنه يعتقدون أنه هناك تخطيط لمعاركة برية وإجتياح برية غادروا من العراق؟ غادروا من الأرض العراقية وقسم من قال وعملوا أيام أيام المقاومة كانت تتقاتل مع الوجود الأمريكي وبالتالي يعتقدون أنها لا ضليعين بالحرب الشوارع وأيضاً أنها تعزيزة للقوات الصهيونية التي لا تستطيع مجارات المقاومة الفلسطينية في غزة بمجال حرب الشوارع لذلك يعتقدون أنها إلى هذه القوة ربما ستعزز الجانب المعنوي لدى الصهاينة وبالتالي ربما تشكل ضغط على أخواتها في فلسطين المحتلة فلذلك أقول أنه من يتحدث عن المطار أعتقد لديهم بدائل غير المطار خسيم دولة 1500 إلى 1500 دولة 1500 مقاتل من المارنز نعم هذا شوال الحكومة هنا عندنا بس مستشارين هنا في العراق لا عندنا قوة قتالية لا بني يتحدث عن المستشارين ونحشى على القوة الفرنسيين اللي قتل أحدهم في معركة صلاح الدين في صحراء صلاح الدين وبعدين اعترفوا أنها قوة قتالية كانت مع قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ذهبت بعد أن استهدف هدف من داعش الإرهابي وبالتالي عملية قراءة للهدف الذي تم استهدافع من خلال الجو وبالتالي اشتبكت مع التنظيم الذي نصب كمين لهذه القوة وكان هدف عن ياسرهم وذلك أكشف أن هناك قوة قتالية وأيضا جاءت بأكثر من تصريح على أنه وجود قوة قتالية قسم من يتحدث هي قوة قتالية ساندة وقسم من يتحدث هي قوة قتالية أتت مع المستشارين لتأمين حماياته لكن عموماً ليس هناك قراءة حقيقية عن الموجود من نسبة الجانب الأمريكي والتحالف الدولي لا عن أعدادهم ولا عن مهامهم ولا عن طبيعة عملهم ولا عن وجودهم قتالي ولا وجود لشيء اسمه مستشارين أو مدربي واضح هاي الدعمة ما راح تصير السفارة ما راح لا ملجس النواب يصوت عليها وقال لك سيد حيدر هذا الشيعة يروحون يصوتون على هكذا موضوع فأكو كتل سياسية أخرى ترفض نهائياً هذا الموضوع أصلاً حتى تعاطيها مع قضية غزة واضح بها هواية تفاصيل أنا لا أقصد المستوى الشعبي أقصد على المستوى السياسي بها هواية ضعوف هواية بخفي هواية غاطس بالبناء صحيح؟ بناء الأمريكي؟ ما هي الخطوة الثانية في حال لم تتحرك يلم يتحرك البرلمان والحكومة على إغلاق السفارة الأمريكية في الإغلاق؟ هذا الشيء مختص بيسا مع تصيد مختص صدر يعني احنا بالنسبة لي ما عندي معلومة حول أنه ما يحدث بعد يعني المفروض أن الحكومة تعطي يعني تعطي إشارة أن هذا الموضوع لا يمكن أن تقرر الحكومة بفعل الارتباطات اللي موجودة الارتباطات السياسية وكذلك الارتباطات الإقليمية والارتباطات الدولية والذي كانت بنت سياسة يعني خيوط اللعبة بإيدها الكل الكل لا يستطيع أن يتخذ موقف يعني تقول وين الموقف العراقي؟ لا يمكن لأحد أن يتخذ موقف ليش؟ أن الارتباط الموجود مع الجانب الأمريكي لا يسمح له ذلك الخوف مثلا في قضية قانون تجريم الشدوذ أو هيتشي من عرض على الحلبوسي وهذا يتعارض مع الأفكار الأمريكية اللي موجودة واللي يعلون عن نفسهم أنهم أمة المثليين صار من عرض على الحلبوسي قال أنه إحنا ليش بمرته؟ يعني شنو معناها؟ شنو معناها؟ معناها أنه أيضا الحلبوسي يبحث عن تحالف شيعي، تحالف كردي، تحالف سني حتى يوافق، حتى يقول للأمريكان أنه أنا لا أتحمل المسؤولي هذا الموضوع أيضا بهذه الصورة أنه يعني صاد حيدر قال لك خاف من الوضع الاقتصادي حاليا الوضع الاقتصادي ويقصي بالنهاية يعني أمريكا تتحكم بالأموال الأموال البيع النفط لتذهب للبيدرال الأمريكي طبعا ما أكو مشكلة أن هذه الأموال ممكن أن تأتي البنك المركز يعني بالنهاية أيضا هناك فائدة أمريكية بهذا الموضوع عملية النقل ملايين الدولارات تذهب إلى الشركات الأمريكية فالقضية أذن أكو تعامل يعني رشوة رشاة ما بين الحكومات وما بين أمريكا في قضية البيدرال الأمريكي مع هذا هذه الأموال المنتذب إلى هناك أمريكا تصفن عليها لا تدخل أيضا في مشاريع أمريكية على طول هذا العالم وعليه هذه الأموال هي المستفيد الأول من أمريكا بالنهاية لو أنتم بالسلطة اليوم لو أنتم بالسلطة اليوم لو أنتم الآن على رئيس السلطة بالعراق ممكن تتأخذون هكي قرارات قاسية طبعا ليش وصارت أكو استهدافات قل لك أستاذ حيدر كل شيء ما يا استهدافات خب أكو أكثر من الاستهدافات اللي صارت إحنا أنا خلص تظاهرة طلعت وين التظاهرة؟ تظاهرة طلعت مليونية تندد هذا الموضوع وطلب بهذا القصف الأمريكي في مرار بغدان أستاذ الصعب طلعت أبناءكم القتلوا على الحدود بالضبط بالضبط طلعت تظاهراته أقره وقرار بالبرلمان لن يطبق لن نفذ لحد هذه اللحظة يعني شنو ما ينفذ ليش ما ينفذ أخاف أمريكا تتحاصرنا الخيوط الخيوط الاقتصادية الخيوط السياسية الخيوط العسكرية حتى الخيوط المخابراتية بيد أمريكا فعلي خلي ليش ما نقول مصلحة الدولة شوف حسو حاليا حاليا دعوة السيد مقتد الصدر أوقف أمريكا أوقفت أمريكا بالضرب المقاومين أوقفت طبعا هناك راح يشتر مسارين المسار الثاني أن تقتل المقاومين اللي يضربون حالياً أمريكا زين تأتي وتقتل قائد أو قائدين أو تقتل مجموعة من الجنود راح يكون يعني دعوة سيد مقتد الصدر الآن أوقفت أوقفت الرد الأمريكي لحماية المقاومة في العراق إذا هذه دعوة يعني أوقفت الرد الأمريكي على الضربات اللي قاعد يصير حالياً البار حتى صراحة أمريكا واضح يقول لك عدنا ونختار الوقت اللي الرد عليه يعني بمعنى أن هذا الوقت مع دعوات سيد مقتد الصدر غير مناسب تمام بصار إذا هذه الدعوة لإيقاف استهداف المقاومة العراقية في العراق فجزاه الله خير الجزاء سيد مقتد وإذا كانت هذه الدعوة يعني لتعدد أدوار ووحدة هدفه وهذا أم جيد يعني معناه هناك تواصل وتبقى هذه القضايا مالبن العباس وهذه يبقى فقط للرأي العام تحت الطاولة الأمر الآخر أنا أقول شغلة حقيقة يعني أنا مع دوقت لا هي قضية بسيطة بصراحة أنا كذلك أدعو أنه أي خطاب تأجيجي هو مو من مصلحتنا أكيد وبالتالي الأخوان هم ليس في يعني هم جزء من الفعالية المجماهيرية وجزء حتى من الفعالية السياسية وإن كانوا خارج الحراك السياسي الآن بالنتيجة ليش هسا عرفنا أنه الوضع الاقتصادي بيد أمريكا حكومة العراقية موقفها هو الأكبر والأكثر أهمية من بين كل الدول العربية بل موقفها كان حازم وحاسم وشفت رئيس الوزراء كيف كان في قمة السلام وتحدث بكل قوة وبكل شجاعة إحنا هذا دورنا يعني دور العراق هو دور كبير أي خطة تصعيدية أخرى يحتاج لوحدة بناء موضوعية السياسية شكرا دكتور حيدر الدورسنجي شكرا أستاذ عدناني الكيناني شكرا أيضا لأستاذ عصام حسين أشكركم مشاهدين الكرام في أمان الله